على مولانا أشرف المرسلين الحالة الوبائية للإصابة بكوفيد تعطاش للمغرب بالنسبة لنهار اليوم وصلت إلى 225 حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد أي بزيادة 55 حالة من الأمس على الساعة السادسة مساء إلى نهار اليوم على الساعة السادسة مساء كذلك وتبقى جهات الدار البيضاء بأعلى نسبة تليها الرباط سالة القنيطرة ثم فاس مكناس ثم مراكش أسفي وطنجة تطوال حسيمة وسوس مساء ثم جهة الشرق ثم جهة بني ملال خنفرة وتبقى قلميم ودنون بحالة واحدة وضرع تفيلت بحالة واحدة بالنسبة للشريحة العمرية الأكثر تعرضا للإصابة بكوفيد تعطاش هي ما فوق 51 سنة بنسبة 32.6 سجلت اليوم حالة وفاة السادسة لمواطن مغربي 65 سنة من مدينة مكناس كان يعاني من أمراض مزمنة وبذلك يبلغ عدد الوفيات ستة كما سجلت حالة شفاء سابعة لشخص يبلغ من العمر 69 سنة من مدينة الضر البيضاء وبذلك تكون الحالات حسب يعني وفدة 51 في المئة فيما تبقى الحالات المحلية تعرض 40 في المئة أما الحالات حسب الوضعية الصحية فهي على الشكل التالي 86 في المئة حالة مستقرة 14 في المئة حالتها غير مستقرة أما بالنسبة لعدد المخالطين الذين تمت مراقبتهم منذ بداية يعني الإصابة بكوفي التعطاش في المغرب أو بداية الحالة الاستعجالية في المغرب بلغت 319 منها 660 حالة أنهت فترة المراقبة فيما لازلت 2341 تحت المراقبة والآن سأمرر الكلمة لأستاذ مولاي هشام عفيف مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد للحديث حول دواء الكلوروكين واستعماله في البروتوكول العلاجي عند مرضى كوفيد بالنسبة للاستعمال للدواء الكلوروكين أو الإدروكسي كلوروكين أولا هناك استعمال على نطاق واسع في العديد من الدول في العالم دول اللي استعملاته كالصين أمريكا تونس فرنسا وغيرها وهالدول الاستعمال الكلوروكين والإدروكسي كلوروكين فيها أكد على نتائج واعدة في الاستعماله في البروتوكول المذكور في علاج المرضى المصابين بكوفيد 19 بالنسبة للدواء إدروكسي كلوروكين وكلوروكين هو دواء معروف عند الأطباء لأنه يستعمل منذ سنوات لعلاج أمراض مزمنة كالتهاب المفاصيل والأمراض المناعية الأخرى والاستعمال دياله في هذه الحالات يكون لمدة طويلة وذلك تحت مراقبة طبية متخصصة وصارمة والاستعمال دياله المضاعفات الجانبية معروفة عند الأطباء والوقاية منها معروفة كذلك عند الأطباء هذا الدواء ستعمل من بعد ما كان بطبيعة الحال في الوزارة الصحة بالاتفاق مع اللجنة التقنية والعلمية للبرنامج الوطني الوقاية والحد من انتشار الأنفليونزا والالتهابة التنفسية الحادة والشديدة في اجتماع المشترك الذي جمع الطرفين والذين عقدوا بمقرها بالرباط بتاريخ 20 مارس 2020 هذه اللجنة العلمية اغطأت بأن هذا الدواء يجب استعماله عند المغاربة المنصابين بكوفيد 19 كي تكون هناك نجاعة في العلاج ديالهم وهذا الاستعمال بطبيعة الحال تكون تبقى ما هو معروف على الصعيد العالمي من النتائج الإيجابية لهذا الدواء في علاج هذا المرض وبطبيعة الحال اللجنة العلمية لاخذات هذا القرار على أساس استعمال الكلوروكين انخذاته بطبيعة الحال بطريقة سيادية ومستقلة وآمنة بالنسبة للمرضى والآن نمر الكريم للأستاذة مدح بشرى مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة للحديث حول توزيع وتوفير الدواء لمرضى كوفيد 13 بموازة هذا القرار الهم لاتخدته اللجنة العلمية والتقنية ارتأت أن وزارة الصحة تعمل بصفة استعجالية على توفير كل وسائل اللازمة لضمان التفعيل الدقيق والآمن لهذا القرار المغرب يتوفر حاليا على مخزون من هذا الدواء المصنع محليا والمستورد وكذلك لقد تم توزيع هذه الأدوية على المراكز الاستشفائية الجامعية وكذلك المستشفيات الجهوية والإقليمية وزارة الصحة كذلك صدرات دورية رقم 22 لوجهتها لجميع ميهنية الصحة بتاريخ 23 مارس الجاري مباشرة بعد توصية اللجنة العلمية والتقنية المذكورة في شأن الشروط وكيفية استعمال هذا البروتوكول الإلاجي وذلك من أجل تدبير وطني عقلاني وآمن للمخزون هذا الدواء بالمغرب وانطمئن جميع المغرب المصابين بأمراض مزمنة والذين يستعملون هذه الأدوية التي تحتوي في تركيبتها على مادة الكلوروكين أن بإمكانهم الحصول على حاجتهم من الأدوية مذكورة مجانا وبصفة ضرفية وستثنائية من الصيدليات الجهوية والإقليمية التابعة لوزارة الصحة القريبة من مقر سكنهم وذلك بعد الإدلاء بملفهم طبي والوصفة الطبية فالوزارة تتصهر على توفير جميع أنواع الأدوية الأساسية لتغطية حاجية المواطنين داخل المستشفيات بجميع ربوع المملكة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر